السياسة الخارجية للعراق ملف لا يقل تعقيدا عن مشاكل الداخل فما تشهده البلاد من أزمات هي انعكاس لإرادات الخارج وفق المراقبين إعادة رسم ملامح هذه السياسة بدأتها الحكومة من طهران عبر زيارة رسمية تهدف إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والأمنية والإقليمية المتبادلة وهذه الملفات ستنقلها بغداد إلى الرياض ثم إلى واشنطن مدى النجاح رهن بحسن نوايا تلك العواصم واستعدادها للتعاون مع العراق نحتاج إلى تدعيم كثير من المواقف وبالتالي سيد الكاظمي لا يحمل في حق بيته الكثير حتى يجعل هذا التوازن قائما لكن يطمح في أن ينول علاقات طيبة بحسن جوار متآلث بعلاقات متوازنة مع هذه الأطراف استعادة الدور المؤثر للعراق في عادة التوازن إلى المنطقة ونزع فتيل التصعيد بين الدول المتخاصمة ولا سيما الجارة منها مهمة أخرى من الضروري على بغداد تحقيقها يقول خبراء السياسة ولا سيما أن مصطفى الكاظمي اختار ثلاث عواصم متخاصمة في افتتاح زياراته إلى الخارج هذه الجولة الإقليمية ستنعكس إيجابا على الوضع الداخلي العراقي ومن ثم عندما يذهب إلى واشنطن ستكون النقاط موجودة ليضعها على الحروف على طاولة واشنطن بالتالي سيكون العراق دور محوري في المنطقة بالإضافة إلى تعزيز محيط الإقليمي وتعزيز دورة الدولية الأولويات الداخلية كالانتخابات المبكرة والأزمة المالية من جهة والوجود الأجنبي والصراع الإقليمي على الأرض العراقية من جهة ثانية تبقي الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى نجاح الحكومة الحالية من عدمه في تفكيك هذه الأزمات عين بغداد على الخارج كما فعلت في عهد الحكومات السابقة حصد نتائج هذا الانفتاح الخارجي المتبادل هو الهدف الأبرز إن تحققه يمكن القول إن جديدا قد طرأ على سياسة العراق الخارجية محمد الفهد بغداد الميادين